الملمحة الثانية اللي عجبني منسيش يشكر زميله ومدربيه ومن سنة 14 سنة وإحنا كده في النادي الآل هي دي قيم هي دي قيم بقى واخد بالك ويتمنى حضور الجماهير حق مشروعه نتمنى له التوفيق حسام حنفتقده ككارزمة حسام لعيب كورة عنده كارزمة لك أن تنتقد بعض الأمور وتقول كان عصبي كان بيزعق كان بيعمل والناس اللي بتحب تقول لك أصله كان غيران بس هذه سمات لكن كلها بيجمعها إيه بيجمعها إيه حب صادق إنسان مش منافق إنسان لما جي يطلع عليك مستقبل أولادي مستقبل أولادي متصد قولك الأهلي قالوا بس دول أولادي أنا أنا يعني حلعب كم سنة ولا يعيب أي شخص صعب موهبة إنه يخرج ويرجع إيه المشكلة في كده المشكلة بقى اللي بيقارنوه وتضحك بفلان اللي هرب لا هو ما هربش كل مرة مشي كان عقده بيكون خلصات خلص وآخر مرة الدور كان واقف والدنيا متعطلة فأنت بصرف النظر يعني لا ما تبتسمح اللعبة تطلع تحتارب بس بيطلع باحترام أنا اللي أقول لك بقى أنا اللي أقول لك لما رجعنا عوزناه في التجديدة اللي هي قبل الدور ما توقف فيها لما في أول السلام لحسام البدري التدريب أنا كنت بفوض أربعة خمسة وكما كنت الشاي الهم غير حسام غالي جايلنا بقى من أوروبا وبالشخصية دي فأقولت خليه آخر واحد وفاجأ إنه أكترس واحد سهل ما ديعش ما خدش مني خمس دقايق عشان جد كابتن عدل قال لي محتاجني هتقدروني بما يليق طبعا ما قدش لازم وأنا وأخد مرجع بغيري لا خلاص هات امضي ربع ساعة ما بدش متصدق نفسي بس بقولها دي دلوقتي